على ذكر المعدات العسكرية خليني أسأل حضرتك هل من الممكن أن يتغير المشهد على الأرض في الأيام القادمة موازين القوى على الأرض خاصة يعني كان فيه إعلان من الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية لمواجهة الجانب روسي طبعا بينها ذخائر لقذفات الصواريخ يمارس هل تغير هذه الأسلحة الصراع على الأرض لا أعتقد أنها سوف تغذر كبير لكن تؤخر السيطرة الميدانية الروسية على بعض المدن الاستراتيجية الأوكرانية لكن من الواضح أن نحن نتحدث عن حرم سوف تمتد كنا نتصور أنها سوف تمتد أسابيع ربما تمتد شهور دلوقتي لا يوجد مدى زمني نقدر نقول عليه أنه هو سوف يكون هناك أمد زمني محدد خاصة وأن هناك قدر من التعايش أم نيجي نشوف أن الطرفين المتحاربين اتفقوا على تصدير حبوب في اتفاق تمتها وقيعه بحضور تركيا على سبيل المثال وبالتالي هناك قدر من التعايش يعني زي ما نتكلم عندنا كده في منطقة الشرق الأوسط التعايش مع الصراع هنا التعايش مع الحرب ما بين البلدين ربما هناك كان ترحيم من جانب دول العالم بالتوصل لذلك ليس ليه أملا في نهاية لهذه الحرب لأنها تقص أطرابها وإنما بحكم أن هناك تأثيرات وإنعكسات أصابت الوضع الاقتصادي لدول عديدة في العالم فيش دولة ما تأثرتش بيه إلى أي مدى سلاح الاقتصاد كان هو السلاح الأبرز في هذه الأزمة يا فندي؟ هو السلاح بدرجة سياسية يعني السلاح الاقتصادي ده اللي بيخلي أن هل الدولة هتقدر تحارب لحد فين بالنسبة لروسيا وبالنسبة الأوكراني لأنه في قانا البعض يتصور أن هناك ضغوط اقتصادية من جانب بعض النخب اللي ليها مصالح مش في روسيا المسالح فيه الدول الأوروبية على سبيل المسال وإلى أي مدى يمكن أن تضغط على بلادامير بوتر على سبيل المسال السلاح الاقتصادي حتى فيه ارتفاع الأسعار اللي ساد دول العالم بيبين أن السلاح الاقتصاد بدرجة كبيرة السلاح المساعدات بقى اللي هو قايم حوالين أن الدولة زي أوكرانيا تحتاج مساعدات طوال الوقت مساعدات غزائية مساعدات طبية خاصة أننا نحن نتحدث عن حرب في ظل انتشار وباء زي كوفيد-19 فبيخلي الأزمة مزدوجة الأكتر من كده أن الاقتصاد سلاح بردك مهم لأن ده بيحول الانتباه من بؤر عديدة فيها سرعات في العالم فهنا منطقة الشاكل الأوسط لتتجه روايدا إلى منطقة الأخرى فتالي سلاح الاقتصاد سلاح مهم جدا مبارز أخيرا يمكن ده السؤال يعني اللي حتى بيهم المواطنين في العالم بشكل عام دكتور محمد كان فيه الحقيقة مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية أثار مخاوف من فكرة يعني القصف في محطة زابوريجيا وحذر من وقوع كارثة نووية بالفعل كيف ترى هذه المخاوف؟ أعتقد أنه من المتعذر أن نشوف كارثة تاني على شاكلة تشيرنوبل اللي هو حصل في عام ستة الثمانيين أولا روسيا ليست مصرحة ذلك حتى لا تكون هي أحد المتضررين بها لأن احنا لسه نتكلم مصر تستطيع قوم سبع وعشرين في نوفمبر وابتالي أزمة الكوكب لديها من الكوارث البيئية والإنسانية التي لا تحتاجها وبالتالي لا أتوقع أن حتى لو أصيبت إهداف سوف تقوم بالمقربة منها أو لا ينتج عنها أي تأثيرات انتشارية تؤدي إلى إحداث تلوث أو ضمار يصيب روسيا والولايات المتحدة والأوروبية قبل أن يصيب غيرها